اشتركوا في القناة ان المصالحات التي لا تقوم على شرع الله ولا على رجوع الحق الى اهله ستؤدي الى مزيد من الظلم وسفك الدماء مضيفا انه لا نكره احدا لذاته وانما لما فيه من الظلم والفجور واوضح فضلة المفتي انه من دفع الصائل حتى قتل فهو شهيد وان قتل الصائل فلا تجب على قتله دية ودمه هدر جدد المؤتمر الوطني العام استنكاره للانتهاكات التي تمارسها قوات مجرم الحرب حفتر والحاكم العسكري الجديد من قطع الغذاء والسيولة النقدية وتخريب لابراج الطاقة الكهربائية المؤتمر اعتبر ان مثل هذه الافعال الجبانة التي لا تزيد اهل درنة الا تضامنا وتعونا تجاه العدو ونسيجها الاجتماعية واستهجن المؤتمر سكوت من اسماهم باجسام الحار التي شكلها اتفاق السخرات عن الجرائم في حق اهل درنة منددا بصمت البعثة الاممية عن حصار المدنيين الامنين يذكر ان مدينة درنة تشهد نقصا في بعض المواد الغذائية والسيولة النقدية جراء الحصار الذي تعانيه المدينة من قبل قوات مجرم الحرب خليفة حفتر قال مصدر عالمي بمدينة سرط ان قوات الثوار كثفت قصفها الاثنين على مواقع تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة وسط مدينة سرط المصدر وضف ان المدفعية استهدفت اليجات ومخازن اسلحة وغرفة عمليات تابعة لما يعرف بالتنظيم اذا كانت قوات الثوار قد عثرت الاحاد على شحينة مخصصة لنقل الوقود في احد المواقع المحررة في مدينة سرط حيث استولى عليها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في اكتوبر عام 2015 بمنطقة البغلة وهي في طريقها من مصراتة الى سبها قال المرسل العالمي لمجلس شرث وارب انغازل احدنا قوات مجرم الحرب حفتر حولت تقدم باتجاه مصيف المعلمين الذي يأوي قرابة خمسين عائلة نازحة من مناطق الاجتباكات في المدينة المرسل اكد في تصريح للتنصح صد هجوم القوات على المصيف مضيفا ان قوات المجلس اعتبت دبابة ومدفع وسيارة عسكرية واضف المرسل ان قوات الثوار صدت هجوم لقوات حفتر في محامر العمارات الصينية والفكعات وانجالة غربية بنغازي مضيفا ان قوات الثوار لازلت تسيطر على كامل مواقعها واخيرا حيث قال مصدر اعلامي من مدينة جدابية ان طائرات تابعة لمجرم الحرب حفتر قصفت لليوم الثالث على توالي منطقة الجنان جنوبية جدابية في محاولة لاستهداف تمركزات الثوار المصدر اوضح انه رصد رتل لقوات مجرم الحرب حفتر شرقية جدابية مضيفا ان الرتل الذي يحوي عدد من الدبابات والمدرعات وبعض السيارات العسكرية وسيارات الاسعاف في طريقه للمدينة واضف المصدر ان قوات التابعة للكتيبة 152 والكتيبة 101 التابعة لما يعرف بعملية الكرمة حاولت التقدم على تمركزات الثوار جنوبية جدابية مؤكدا سقوط قتيل وانسحاب القوات الى وسط المدينة كتام المجلس الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة